السلام عليكم ورحبا بكم معي في قناة حلويات اسماء اليوم ان شاء الله سنقدم لكم وصفة الفطائر محشوه بحشوه لديده جدا سهله وبسيطه ما نحتاجوش ان انا نشحره او نطيبه قبل ما نوجده هاد الفطائر عجينة دي الحليب اللي كتجي هشة ولديده جدا انتمنا الوصفة دي اليوم تنال اعجابكم وفرجة ممتعة اذا على بركة الله لهاد الفطائر غادي نحتاجو ربعمية وخمسين جرام ديال الدقيق ديال الفورس او الفارينة اللي هي ربعة ديال الكيسان ونص ديال الشاي او ديال العنبة عندي ايضا ملعقة كبيرة من خميرة ديال الخبز الفورية او الطارية اذا كنت كنتو كتسعملوا الطارية فغادي تدوبوها في السوائل اللو العاد غادي تزيدوها على المكونات ديالكم لدي ايضا ملعقة كبيرة من السكر ان كذلك ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة غير مملوقة من الخميرة ديال الحلويات او البايكين باودر الى ما كتسعملوها او كتفضلو انكم ادروها شيمكن لكم تصغنوا عليها ربع كأس من زيت نباتية دائما بروب الكاس ديال اتاي او ديال الشاي وملعقة كبيرة من الزبدة ملعقة مملوقة كما كتلاحظو وبالنسبة للحليب عندي 300 مليل لتر اللي هي جو ديال الكيسان ديال العنبه او ديال اتاي اه مهم انتو ما غدا يضيفو غير بشوية وتشوفوا القوام ديال العجين ديالكم على حسب انو هي ديال الطريق اللي عندكم انا هنا مستعملها دقيق خاص بالحلويات 300 مليل لتر ديال الحليب يعني اه دافي بطبيعة الحال كان بقاو كنزيدوها وكنخلطو حتى نحصلو على القوام مناسب ديال العجين ديالنا فانا هنا غدا نخلطها معاكم باليدين باش غدا تشوفوا القوام ديالها كيفاش خاصو يكون اه انا استعملت يعني ديك 300 مليل لتر ديال الحليب كاملة غدا نعجل العجين ديالي انا في العجانة طبيعة الحال يمكن لكم تعجنو غير بيديكم ما كان حتى شي فرق مهم عجينة كتكون تتلصق بزاف في اليدين كيما كتشاهدو اه اذا حسيتو يعني ادباتكم في الدليك فكترشو شوية ديال الطريق وانتو ما كتدلكو حتى كتدلك لكم مزيان وكتولي ملسا فانا غدي نديرها بتعجن وغدي نتلقاو بش نكملو هذا هو شكل ديالها بعد ما كتت تعجلي العجينة مزيان كتولي ملسا كيما كتشاهدو بها تشكل صافي هنا غدي نغطي عليها بواحد للبراسي غذائي وغدي نخليها حتى تتخمر مزيان ويضاعف لي الحجم ديالها ونرجع ونكمله بالنسبة للحشوة او العمارة كما قلت لكم بداية الفيديو ما نحتاجوش ان انا نطيبوها مسبقان او نقطعوش بصلة او نقطعوشي حاجة يعني من كونات بساط وسهلين ولكن في الوقت كدجيل ديدة جدا يعني انا هذي من الحشوات السهلين ومفضلين عندي كنحتاج لعني اه واحد الحول بادي الجبن او الجبن الطريق اي نوع متوفر عندكم وعندي ايضا ايضا الطون عندنا انا استعملت جوج ديال العلب ديال الطون هاد الطون اللي كيكون في العلبة الطويلة بهذا الشكل وصافيو عندي ايضا الفرماج بحكوك استعمل جوج انواع ديال الفرماج انا استعملت جبن احمر او الايدام وايضا القوضة استعملو اي جبن او فرماج كتفضلو ممكن لكم اكيد اتعمروا باي حشوة يعني كتبغيو مش شرط انكم استعملو هات الحشوة اللي اعطاتكم ممكن تديرو يعني الكفتة مع الخضر او الدجاج اللي كتفضلو الآن غدين نرجع لعجينة ديالي بعد ما اختامرات هدوار شكل ديالها غدين جي لسطح العمال غدين نشو بكمية من دقيق بشميل تسقنش في العجين وغدين وضعو فوق منو غدين حاول انانين نقسموه على جوج بعد ما كنقسم العجينة على جوج كنشكلها اه على شكل كورات اه وحتى غدين نحتفض بها يعني غدين نغطيها وغدين نبدأ نخدم باول كورات ديال العجين فكان اخد دائما اه دلاك وكان نرشي ديال دقيق اذا حسيت العجينة ديالي كتلسق كانحاول اني نطلقها مزيان على شكل دائرة بهذا الشكل كان اخد من بعد شي طبصل اللي غادي انقطع عليه باش غادي نحصل على دائرة تكون مقادة وغادي ناخد هاد الجرارة ديالشبكية ولا ممكن تستعملوا اه الجرارة ديالبيتزا والقطاع ديالبيتزا فكان قطاب القطاع على الدائرة ديالالتبصل ومن بعد اه كان نهز او كان جميع دك الزوائد ديالعجين كان هز ايضا دك التبصل وكان بدان قسم العجين ديالي بهذا الشكل دائما بديك الجرارة او القطاع اللي استعملت هنا بعد ما حصلت على شكل ديال المتلتات كان اخد واحد الموس وكان بدان نقطع فوسط منهم بهذا الطريقة اللي كتلاحظوا بلا ما نوصل الحواف ديالالعجين يعني بلا ما نقطع الحواف ديالالعجين موسيقى 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 عندكم وكان وزع هنا كمية آآ بتقريب نحن نص ملعقة كان حاول انيني يوزح بهاد الشكل ومن بعد كان اخدك طون طبعا الحال طون دي الزيت كان صفه من الزيت وكان بدان وزع كمية بهاد الشكل فوق من الجبن باش غضي نسمي الحشوة ديالي غضي نضيف هنها شوية ديال آآ اللبزار الابيض او الفلفل الابيض آآ ممكن ديرو غير اللبزار العادي طبعا وعندي ايضا اعشاب منسمة كيبقوا اختياريين كنرش القليل بهد شكل هنسا فيك انوضع داك الجوب المبشور هنسا في بعد ما عمرت هنه كان بدان نجمح هن كيما كتلاحظو كان جبدو كل اطراف ديال داك المتلت وكان جيب الراس آآ بعد ما كان لقيهم كان جيب الراس كان اغطي به الحشوة وكان وضع آآ داك الطرف دياليو تحت من الحباء ديال المملحة او ديال الفطائر كان نكمل بنفس طريقة وكان وضع الحبات كاملين في اللاطات ديال الفرر هنه كما كتشاهدو كان نكمل مع الكرة الاخرى ديال العجين ومن بعد يعني ما قطعتها كان عمرها بالحشوة وكان نكمل دائما بنفس الطريقة حتى نشكل الفطائر هنه كما كتشاهدو بعد مسالات وضعت فطائر دياليو في واحد اللاطاء اللي ينفرشها بالورق ديال الطاي ممكن غير دهنوها بالزيت اذا ما توفرش عندكم الورق اه انا قد نخليهم يخمروا واحد شوية يمكن لكم طيبهم مباشرة انا كنفضل نخليهم يرجعوا يخمروا باش يجيوني خفاف اكتر ويجي ورطب اه فكن خليهم تقريبا غير واحد نص ساعة تاكي يخمروا شوية ضعف شوية الحجم ديالهم ومن بعد كناخدوا واحد البيضاء اللي كنطرر بها مع قطارات من الخل وكندهنهم بهاد الشكل صافي كاندهنهم زيان وكندخلهم فران يكون مسخن من قبل طبعا الحل دائما نشعلو غير التحت حتى كيتحمروا ويطبوا من التحت عاد كنشعلوهم من الفقه وكنهبطوهم اذا كان الفرن ديال الغاز صافي وغادي نتقوم باش نشوفو من بعد نشوفو الشكل النهائي ديالهم كيفاش كي يجي هذه النتيجة النهائية ديال الفطائر ديالنا كيجي نبندر ديالهم حلاكة زوينين بزاف وكيجي ورطبين يعني واحد العجينة رائعة يمكن لكم تعتمدوها في اي نوع ديال مملاحات او البيتزا يعني غدي تعجبكم بزاف كدير طبا وهشيشة جدا وايضا بنينا انتمنى الوصفة ديال اليوم تكون نالت اعجبكم وانتمنى انكم تجربوها ديال عجباتكم ما تنساوش كما العادة ديروا جام شتركوا بالقناة وايضا فعلوا الجرس بشيبقى يوصلكم دائما الجديد ديال من وصفات ما تبخلوش الياب تعليق ديالكم واراءكم واقتراحاتكم شكرا بزافة للمتابعة وانتلقوا فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة